ننتقل إلى هذه الصور التي تردنا من العاصمة الأوكرانية كييف للرئيس الأوكراني وهو يتابع عمليات تدريب عسكرية ميدانية لا ندري في أي سياق تحدث لكن يبدو أن الرئيس محاطا بعسكريين يقوم بإجراء خطط لإجلاء السكان في حال حدوث أي غزو روسي وشيكي كانت السلطات الأوكرانية حضت المواطنين في وقت سابق على التحلي بالهدوء ودعتهم أيضا إلى عدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن يحدث في أوكرانيا غزو روسي وشيك في ظل كل ما تحدثنا عنه من استعدادات روسية ومنورات تجري في روسيا البيضاء وزارة الخارجية الأوكرانية قالت أيضا أنه في هذه المرحلة من المهم جدا أن يتحلى الأوكرانيون بالهدوء وأن يتجنبوا أي تصرفات يمكن أن تزرع حالة من عدم الاستقرار وأدار